السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سادة يا كرام ومرحبا بكم في فيديو جديد حول قص ومعلومات كراوية المتعلقة بالعالم المغربي والعربي سوف نتحدث اليوم عن رجل مهم في تطور كرة القدم في بلدنا فوزي لقجع ودوره في تطور هذه الرياضة تولى فوزي لكجع رئاسة الاتحاد الملاكي المغربي لكرة القدم في وقت كانت الرياضة الوطنية تواجه تحديات كبيرة في الفترة التي قبلت فيها الرئاسة كانت الأمور غير مثالية رياضة كرة القدم في المغرب كانت تعاني من العديد من المشاكل وأبرزها كان ترد الأراضي والملاعب قبل تولي فوزي لكجع المنصبة كان هناك إهمال في الصيانة والرعاية للملاعب والمرافق الرياضية في مواسم الأمطار كانت الملاعب تتعرض للفيضانات مما أثر بشكل كبير على سير البطولات وتدريبات اللاعبين مع تولي فوزي لكجع رئاسة الاتحاد بدأت جهود كبيرة لتطوير البنية التحتية لكرة القدم في المغرب تم الاستثمار بشكل كبير في إعادة تأهيل الملاعب وتحسين البنية التحتية الرياضية تم توفير مرافق تدريب حديثة وملاعب ذات معايير عالية مما ساهم في تطوير اللاعبين وزيادة فرصهم في التدريب والتحسن هذه الجهود لم تكن محدودة بالبنية التحتية فقط بل شملت إذن تطوير برامج تطوير الشباب ودعم الأكاديميات الرياضية تم تعزيز التعاون مع الأندية المحلية والدولية مما ساهم في تنمية المواهب الشابة وتوجيههم نحو مستقبل واعد في كرة القدم نتيجة لهذه الجهود المستمرة والاستثمار في الرياضة حقق المنتخب الوطني الذكور نتائج مشرفة في كأس العالم في قطر حقق المنتخب المغربي أداء رائع تحت قيادة المدرب وليد رغراجي قاد رغراجي الفريق بحكمة وخبرة وأظهر إبداعا استراتيجيا على الملعب كان له دول كبير في تحقيق النجاحات والانتصارات التي حققها المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية رغم التحديات تمكن المنتخب المغربي بفضل توجيهات وإرشادات رغراجي من تقديم أداء مميز ومحترف مما جعل الجماهير تفخر بهذا الإنجاز المغرب في بداية المسابقة غير المفضل على الإطلاق يبدأ مباراته الأولى بالتعادل السلبي لكل الفريقين ضد كرواتيا لوكا مودريتش مباراة بلجيكا ستحمل كل أهمية التأهل لأن المنتخب الوطني استطاع أن يحرز هدفين مقابل لا شيء بفضل صبيري وذكر يا أبو خلال لذا فإن المغرب شبه مؤهل ويتغلب على كندا في المباراة الأخيرة من المجموعات بثلاثة أهداف مقابل واحد يكتب المغرب المزيد والمزيد من التاريخ بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح التي انتهت بضربة أشرف الحكيمي وتقدم المغرب لأول مرة لربع نهائي كأس العالم حيث تغلب على البرتغال ورونالدو واحد إلى صفر بضربة رأس من يوسف النصيري أصبح المغرب أول بلد أفريقي يتأهل لنصف النهاية حيث خسر بنتيجة 2 إلى صفر بعد أخطاء تحكيمية خطيرة وصارخة كما سمحت التطورات والابتكارات التي قام بها فوزي لكجا لللاعب المغرب تحت 23 عاما بالفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي تم تنظيمها بشكل مثالي من البداية إلى النهاية وذلك بفضل فوزي لكجا مرة أخرى دعونا نتحدث الآن عن المنتخب النسائي الذي تمكن من التأهل لكأس العالم للسيدات بعد وصوله إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات الذي لا يزال ينظم في المغرب بأوامر من رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم تمكن المغاربة من الفوز بكأس العالم في مجموعة مؤلفة من ألمانيا وكولومبيا قبل أن يخسروا أمام فرنسا في دور الستة عشر لكن خطط رجلنا وأهدافه لا تزال بلا حدود تبذل إف ووزي لكجا حاليا قصار جهدها لزيادة تحسين البنية التحتية مثل الحقول والمدرجات لتتمكن من استضافة كأس العالم 2026 التي ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغالي شكرا لكم أيها السيدات والسادة على مشاهدتكم هذا الفيديو وآرائكم وإعجاباتكم وتعليقاتكم التي تدفعني إلى إنتاج المزيد من أجلكم يرجى الاشتراك في القناة يستغرق الأمر ثانية واحدة فقط شكرا لكم وأراكم لاحقا في مقاطع فيديو جديدة إلى اللقاء شكرا لكم